أكيد أنا لازم أكون سعيدة يعني أكيد لازم أكون سعيدة أيام الانتخابات الحقيقة كانت أيام مشرفة الواحد كان يعني بيشوف وبيتابع أهلنا وشعبنا بشكل كبير في كل المقار الانتخابية على كل التغطيات اللي كانت موجودة والحقيقة شيء مشرف شيء مشرف لأنه دايما يقول لك إيه المصري مالوش كتالوج بالعكس أنا أختلف جدا مع الجملة دي وأقول المصري عنده كتالوج كتالوج بمعنى المصري عارف هو بيعمل إيه فيه نسبة من الوعي كبيرة جدا وبالذات أمام الأزمات والتحديات بتلاقي المصري واقف ومقدر وعارف فيرجعوا ويقولوا لك هما المصريين طول النهار يعني يبقى حب في بلدهم ويغنوا البلدهم ويكتبوا البلدهم نعم هو ده الشعب المصري اللي عايز يعمل كتالوج للشعب المصري لما زمان سيد درويش كان بيغني للمصريين وتحديدا كان بيغني لطبقة العمال عشان يشحنهم بالطاقة وبالعمل وبالحياة ييجي بعدها يعني عدد كبير جدا من الشعراء والمؤلفين والكتاب اللي يكتبوا كلمة محبة المصر فيغنيها الشعب فتحولت على طول كلمات المحبة من شعب البلد هي نفس الكلمات اللي شفناها وهو نفس الشيء اللي بنشوفه في كل أزمة وكل تحدي تلاقي الشعب عارف واعي الشباب كانوا قبل الكبار في اللجان والمرأة طبعا كالعادة منصفة دائما لبلدها زي ما هي حامية لأسرتها ومجتمعها هي كمان من أكتر الناس المدركة قيمة الوطن وقيمة البلد فكنت تشوف السيدة موجودة معها ولدها يوجزها والجميع كانوا موجودين أنا شخصين روحت أنا وبنتي كنت سعيدة جدا أن أنا بصحبها وأن أنا كأني بنقل الدفة للجيل اللي بعده ما هو لازم نعمل كده يعني بلدنا هتمشي إزاي إحنا أجيال بتسلم أجيال ولازم الأجيال تسلم بنفس الوطنية والهمة الشعب قال قراره وقال قراره لرئيس هو عارف هيكمل مع الدفة لرئيس هما شافوا وبعنيهم ولمسوا تماما في كل التحديات أن أنت أمام رئيس عارف بلده عايزة إيه عارف المعطيات عارف المتطلبات عارف كمان الأمن القومي لمصر شكله إزاي والتعامل خارجيا يكون عامل إزاي فبالتالي مش ممكن أستغرب أبدا أي نسبة ولا أي نتيجة لأن الناس كلها عارفة هي بتدي صوتها المين للأمن والأمان تبقى أنت قاعد في بيتك كده مطمئن مستقر لأن عارف أن الشارع تحت كله أمان لأن عارف أن بكرة في أمان حتى لو كان عندنا أزمات محلية حتى لو كان عندنا مشاكل حنعديها يقولك الشعب المصري ده غريب يقولك إيه أكلها بدقة أيوة ناكلها بدقة إحنا الشعب بنحب بدقة شوية ملح وكمون والعيش الأصمر بتاعنا بنعديها فهو ده الشعب المصري تحية لكل أهلينا واللي بنتشرف أنا بتشرف أن أنا واحدة من الشعب المصري نحن نحقق هذه النتيجة في ظروف صعبة وتحديات صعبة وأن الكل يكون مدرك تحية لكل مشاهدينا اللي هم مشاهدينا وشعبنا الجميل